فاللهم إنا نسألك السلم لأوطاننا وشعوبنا وأهلينا وأدم علينا نعمة المحبة والألفة والمودة ووفقنا جميعاً لطاعتك وطاعة رسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملاً بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وسنة نبيه الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الله تعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين وسراجًا للناس أجمعين فدعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ودعا إلى الرحمة والوسطية والاعتدال والتسامع وإن من أعظم ما حرمه الإسلام على الخلق الاعتداء على النفس يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن فيه فسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دمًا حرامًا وهو سببٌ لحلول الندم والشقاء والخسران يقول تعالى في قصة ابني آدم فطوَّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه قال تعالى إن الله وملائكته يُصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعِذ علينا العيد أعوامًا عديدة واجعله شاهدًا لنا لا علينا واكتُبنا من المقبولين الفائزين يا رب العالمين اللهم زيِّنا بزينة الإيمان واجعلنا هُداتًا مُهتدين اللهم اهدنا واهدِبنا اللهم يا مُقلِّب القلوب فبِّت قلوبنا على دينه اللهم إنا نسألك نعيمًا لا ينفد وقُرَّة عينٍ لا تنقطع ونسألك لذةً والنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك الفوز في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدين ولسائر المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميعًا قريبٌ مجيب الدعوات يقاضي الحاجات ويغافر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واغفر للشيخ زايد اللهم اغفر لنا ووفّغ للشيخ زايد اللهم اغفر للشيخ زايد والشيخ راشد واغفر للشيخ مكتوم وحكام الإمارات واجعل ما فعلوا بميزان حسناتهم ووفق رئيس الدولة لما تحبه وترضاه ونائبه لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهما موفقين مسددين في جميع أمورهما لخدمة الإسلام والمسلمين وكل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين وهكذا أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر كاميرات شبكة قنوات دبي وبالتعاون وإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نقلنا لكم خطبة وصلاة العيد من جامع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بدبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهكذا يغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أرضى المصلة وأرضى جامع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة دبي للإعلام وسمو الشيخ وكبار المسؤولين يغادرون جامع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بعد أن أدوا صلاة العيد مع جموع المصلين ها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه يغادر المسجد بعد أن أدى صلاة العيد مع جموع المصلين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأنقل لكم تهاني دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعلى رأسها الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة بعيد الفطر المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاد المسلمين وبلاد العالم باليمني والخيري والبركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذه تحيات أسرة النقل الخارجي بشبكة قنوات دبي والمخرج محمد النجفي ومحدثكم أحمد الزاهد كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا